اشتركوا في القناة مرحلتنا مع مركب البنزين المحاضرة بتاعتنا النهاردة بازن الله بتتكون من جزئين الجزء الاولاني هناخد فيه باك جراوند عن مركب البنزين هنتكلم فيها عن اكتشاف مركب البنزين وازاي العلماء قدروا يتوصلوا للتركيب بتاعه ويحطوا الاستراكشر المزبوط له اما الاستابلتي بتاعة مركب البنزين ان شاء الله هنتناولها بالشرح المرة الجاية تاني جزء معنا النهاردة وهو تحضير مركب البنزين سواء في الطبيعة او معمليا البنزين البنزين هو ابسط المركبات الاروماتية او الهايدروكربونات الاروماتية وهو القاعدة او الاساس اللي اقدر من خلاله احصل على اي مركب اروماتي انا عايزه ليه لان البنزين هو ابسطها ومن خلاله اقدر احوله لمركبات تانية ومن المركبات التانية دي اقدر احصل على اي مركب اروماتي انا عايزه يعني البنزين هو القاعدة اللي من خلاله اقدر أنطلق لأي مركب أروماتي أنا عايزه فالبنزين اللي هو C6H6 هو أبسط الهايدروكربونات الأروماتية المعروفة البنزين بيمتلك 6 زرات كربون و 6 زرات هيدروجين لما هاجي أقارن البنزين بالألكان المقابل لي اللي بيحتوي على نفس عدد زرات الكربون اللي هو السايكلوالكان فيه 6 زرات كربون لكن فيه 12 زرات هيدروجين الفرق بينه وبين البنزين هنا هو 6 زرات هيدروجين وال6 زرات هيدروجين بيدوا للبنزين خاصية مهمة جدا وهي خاصية عدم التشبع أو يعني البنزين هو مركب على درجة عالية من عدم التشبع وده لأنه هو بيحتوي على عدد أقل من زرات الهايدروجين بالمقارنة بالألكان المقابل ليه فده بيدي له خاصية عدم التشبع وبتكون واضحة جدا في مركب البنزين أول ما اكتشف البنزين كان العالم الإنجليزي مايكل فردي عام 1825 لما استخلصوا من البقايا الزيتية اللي كانت بتكون موجودة فيه الأنابيب بتاعة الغاز المستخدم للإضاءة في لندن يعني أول واحد اكتشف البنزين كمركب كان مين؟ كان مايكل فردي اللي هو العالم الإنجليزي المشهور اللي ليه اختراعاته ليه اكتشفات كتير في عالم الفيزياء في عام 1835 تم إجراء بعض التحليلات على مركب البنزين وتم تحديد الصيغة لمركب البنزين الصيغة الجزائية وهي C6 H6 وبدأ العلماء يحطوا بعض الصيغة المقترحة لمركب البنزين بناء على الصيغة الجزائية اللي تم اكتشافها ومنها الصيغ اللي معانا ديت وفيه صيغة تانية غيرها كتير لكن الصيغ دي كلها فشلت وتم إثبات خطاها طيب ليه؟ لأن كل الصيغ المقترح دي بيتتفاعل بالإضافة كل المركبات اللي العلماء اقترحوها ديت لصيغة البنزين كلها بتتفاعل بالإضافة وتكلمنا في الفيديو اللي فات على تفاعلات الإضافة بالتفصيل هتلاقي اللينك في وصف الفيديو تقدر ترجع له دي معلومات أكتر عن تفاعلات الإضافة نرجع تاني كل الصيغ دي قلنا ان هي بتتفاعل بالإضافة لكن مركب البنزين لما جومي يعملوله تفاعل بالإضافة لو ان هو بيرفض تماما تفاعلات الإضافة وبالتالي تم رفض كول الصيغ دي لحد ما جاء العالم كيكولي وكيكولي هو الأب الشرعي للكيمياء الأروماتية كيكولي اشتغل على البنزين وعمل تجارب كتير لحد ما طلع بنتائج محترمة جدا عم مركب البنزين أول نتيجة قال لي أن البنزين بيعتبر حلقة سداسية من زرات الكربون والهايدروجين سيكس ميمبرد رينج تاني نتيجة قال لي أن الرابط بين زرات الكربون في حلقة البنزين بتكون أحادية وسنائية بالتبادل يعني قال لي أن مركب البنزين في خاصية الكونجيوجيشن وهي أن الزرات بتتبادل الرابط الأحادية والسنائية يعني الرابط الأولى تكون أحادية والتانية سنائية بعد كده أحادية سنائية بالتتابع خلال المركب يعني أي زراتين كربون ممكن تكون الرابط بينهم أحادية وممكن تكون سنائية تالت نتيجة معايا طالع بها كيكولي وهي انه قال ان البنزين ممكن يتواجد فيه شكلين والشكلين بينهم اتزان بالتالي جميع زرات الكربون اللي موجودة في حلقة البنزين هي زرات متكافأة لكن النتيجة دي كان فيها بعض الكسور اول الكسور دي انه طالما البنزين فيه روابط باي زي ما هو موضح في الشكلين هنا ليه البنزين مش بيتفاعل بالاضافة لانه والمفروض انه طالما فيه روابط باي يعني ينفع البنزين يدخل فيه تفاعلات بالاضافة اضيف عليه الهايدروجين الهايدروجين يكسر لي الدبل بوند لكن الهايدروجين مش بيدخل فيه تفاعلات الاضافة تاني مشكلة معايا وهي ان الربطة الاحدية بيكون طولها واحد واربعة وخمسين من مية انجستروم والربطة السنائية بيكون طولها واحد واربعة وثلاثين من مية انجستروم ويمركب البنزين لما ان يرسمه بالروابط بطولها اللي هي معروفة معايا حيكون شكل شكل كيكولي بدل ما هو بالشكل ده حيكون بالشكل ده لانه حيبفيه تلات روابط طويلة اللي هي الروابط الاحدية اللي معمولة باللون الاحمر وحيكون معايا تلات روابط صغيرة اللي هي الروابط السنائية دي كمان مشكلة معايا في الشكل بتاع كيكولي طيب ايه الحل الحل ان هما وجدوا ان في مركب البنزين او المشكلة التالتة معايا عزرا ان هما وجدوا في مركب البنزين ان طول الربطة وسط بين الربطة الاحدية والربطة السنائية وان طولها واحد وتسعة وتلاتين من مية انجستروم بالتالي انا محتاج نظرية توضح لي القصور وتجاوب لي على الاسئلة اللي كانت موجودة في النتيجة التالتة بتاعت كيكولي لما قال لي ان الشكلين دول بينهم اتزاء والاقتراح اللي فسر وتجاوب على كل الاسئلة دي هو وجود ريزونانس او حركة للالكترونات داخل الحلقة يعني الرابط الاحدية مش احدية والصنائية مش صنائية بالشكل الصحيح اللي احنا عارفينه وانما هي نوع هاجين من الاتنين مع بعض علشان كده بتلاقي ان جميع رابط البنزين متساوية وبتساوي واحد ودسعة وتلاتين من مية انجستروم وليس بنفس طول الرابطة الاحدية اللي هي الصريح اللي معروف معايا او بنفس طول الرابطة الصنائية وبقى التصور الصح للالكترونات داخل حلقة البنزين ان هي بتتميز بخاصية اللا موضعية او زي ما موجود معايا هنا ان الروابط بتدور جوة الحلقة بتاعت البنزين ومش ثابتة في مكان واحد وبكده قدرت اتوصل للتركيب المثالي للحلقة البنزين وهو دائرة في وسط حلقة البنزين دليل على ان المركبات او دليل على ان الروابط عجرا بتدور داخل حلقة البنزين وبتتميز بخاصية اللي هي لا موضعية داخل حلقة البنزين بالتالي انا تركيب البنزين بالنسبة لي هو مركب حلقي مركب سداسي جميع الرابط متساوية طول الرابطة واحد وتسعة وتلاتين من مية انجستروم جميع الزوايا متساوية وبتساوي مية وعشرين درجة والالكترونات باي اللي موجودة في حلقة البنزين دائما بتكون في حالة حركة ودوران داخل حلقة البنزين زي ما موضح معايا في الشكل هنا وموضح معايا في الشكل هنا هنا الريزونانس اللي موجود في مركب البنزين بس في سؤال هنا ليه بالرغم من اثبات عدم صحة صيغة كيكولي الا انها هي اللي بتستخدم بكسرة لما اجي اتكلم عن مركب البنزين لان البنزين لما ارسمه على شكل حلقة داخلها دايرة اللي هو الشكل المهجن هنا اللي هو خليط من الشكلين اللي فوق دول لما باجي ارسم الالكترونات داخله على شكل حلقة انا كده ما بقولش المركب عندي فيه كام الكترون باي او فيه كام رابطة باي موجودة داخل المركب وبالتالي شكل الدايرة دا مش بيوضح لي عدد الالكترونات باي او عدد الروابط باي اللي موجودة جوه المركب او جوه الحلقة وبالتالي بلاقي كتير من الكتب والتيكست بوك والابحاث لما بيجي يكتب البنزين بيكتبوا على الصيغة بتاعة اللي هو فيه الروابط السنائية متوضحة وده يعني مش بيكون بشكل صريح لكن هو فقط لتوضيح عدد الروابط باي وتوضيح عدد الالكترونات اللي موجودة داخل الحلقة لان الشكل الدائري اللي هنا مش بيقولي الكلام ده الشكل الدائري بيقولي ان المركب هنا فيه ان الالكترونات بتتحرك داخل المركب لكن مش بيقولي المركب فيه كم ربطة او فيه كم الكترون باي بالتالي انا كده ادرت اوصل للصيغة الصحيحة لمركب البنزين ملحوظة مهمة قبل ما ادخل في الجزء التاني من الفيديو وهو تحضير البنزين انا هنا متعرضتش لكل شيء يخص اكتشاف اكتراح التركيب الصحيح للبنزين ولكن اشارنا لبعض النقاط الرئيسية اللي لازم تتعرف عليها ولازم تشوفها علشان تكون ملمة باهم النقاط اللي هي موجودة في الموضوع ولكن اتمنى ان الناس تقرأ عن الموضوع اكتر علشان تكون ملمة بكل التفاصيل اللي موجودة في الموضوع الجزء الثاني معايا في ال Ti هو تحضير مركب البنزين مركب البنزين اتكلمنا عنه في الفيديو الاولاني وقلنا ازاي بقدر اطلعه من البترول ومن الفحم عن طريق التقطير التجزيء اللي هو وتكلمنا عليها بالتفصيل وقلنا ازاي الكلام ده بيحصل ممكن ترجع ليه الفيديو الاولاني في السلسلة علشان تعرف الكلام ده. ولما اجي اتكلم على تحضير البنزين انا عندي شكله لتحضير البنزين. البنزين ممكن يتحضر طبيعيا ممكن يتحضر طبيعيا وبيكون موجود الكلام ده في الفولكينونز اللي هي البركين وفي حريق الغابات. ده بيطلع معي مركب البنزين طبيعيا في البركين وفي حريق الغابات احتراق الغابات لكن انا مش بقدر استفاد من البنزين اللي بيطلع. طيب الطرق المعملية والصناعية اللي بقدر احصل على البنزين منها هو الطريقة من الالكاينز. البنزين بقدر احصل عليه من الالكاينز عن طريق اني بعمل بلمرة سلاسية حلقية للالكاينز عند تمنمية تلاتة وسبعين كيلفين وبكون في انبوبة مسخنة لدرجة الاحمرار وبقدر احصل على مركب البنزين من بلمرة تلاتة مول او تلات جزيئات من الاساين علشان احصل على مركب البنزين واشارنا في الفيديو الاولاني في السلسلة دي ان العملية دي بتحصل تلقائيا اثناء عملية تكرير البترول اني بيكون عندي جزيئات من الاساين مع ظروف الضغط وضرية الحرارة بتتحول اجزاء من الاساين ديت لمركب البنزين يبقى اول طريقة معي علشان احضر مركب البنزين ان انا بحضره من الالكاين بجيب تلات جزيئات او تلاتة مول من الاساين وبعمل له بلمرة سلاسية عند ضغط وضرية حرارة وتسخيل لضرية الاحمرار وبحصل منه على مركب البنزين تاني طريقة معايا لتحضير البنزين هو تحضير البنزين من الفينول الفينول عندي لما افعله مع الزينك مع التسخين حديني البنزين والزينك اوكسايد طيب العملية دي بتم ازاي؟ انا بجيب الفينول الساخن معايا وبمرر البخار بتاعه على الزينك دست طيب ايه الزينك دست ده؟ الزينك دست هو عبارة عن الزينك لكن بكون مكسره في سورة اجزاء صغيرة شبيهة باجزاء نشارة الخشب يعني انا بمرر البخار الساخن بتاع الفينول على الزينك دست فالزينك بيختزل الفينول ولما بيختزل الفينول معايا بيتكون مركب البنزين وبطلع معايا الزينك اوكسايد ودي تاني طريقة معايا لتحضير مركب البنزين اللي هو تحضير البنزين من الفينول عن طريق اختزاله بالزينك دست تالت طريقة معايا من الاروماتيك اسيدز فالبنزين بقدر احضره من الاروماتيك اسيدز عن طريق اني بفاعل املاح الاحماض العضوية او املاح الاحماض الاروماتية بجيب الملح بتاعها بحطه مع الاوه في وجود الاوه والتسخين السي ا 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 الطريقة دي في تحضير البنزين أنا بفاعل أملاح الأحماض الأروماتية زي ملح السوديوم بنزويت مع السوداليم والسوداليم دي خليط من الاوه مع السي اي او اللي هو الكالسيوم اكسايد مع التسخين بديني مركب البنزين وبديني السوديوم كربونات ودي تالت طريقة معي لتحضير البنزين رابع طريقة معي لتحضير البنزين من السلفونيك أسد والسلفونيك أسد أنا بقدر أقول عليه برضو البنزين سلفونيك أسد فلما نبص على طريق التكوين البنزين سلفونيك أسد بلاقي أن أنا بفاعل البنزين مع حمض الكابريتيك في وجود السوسري ودرجة حرارة 525 كيلفن بيديني البنزين سلفونيك أسد أو بيديني مركب السلفونيك أسد ممكن أطلق عليه الإسمين طيب العملية دي عملية إنعكاسية بالتالي أنا لو فعلت المية مع البنزين سلفونيك أسد حقدر أرجع التفاعل للاتجاه العكسي بتاعه وأكون البنزين يبقى البنزين مع حمض الكابريتيك يديني البنزين سلفونيك أسد زائد المية والمية مع البنزين سلفونيك أسد يرجعني لمركب البنزين زائد حمض الكابريتيك يبقى هنا البنزين سلفونيك أسد أو السلفونيك أسد لما أفعله مع الـ H2O اللي هو التفاعل العكسي بتاع التفاعل اللي فوقه هنا حيديني مركب البنزين وحيديني الـ H2O يبقى رابع طريقة معايا لتحضير البنزين اني بحضر البنزين من السلفونيك أسد عن طريق التفاعل العكسي لعملية تكوين البنزين سلفونيك أسد كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى اتمنى ان الجميع يكون استفاد من الفيديو ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة بتاعتنا وتنشر الفيديو على اوسع النطاق علشان الجميع يستفيد منه ويتدل على الخير كفاعله ونشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة